موسيقى موسيقى فطير مرحبًا موسيقى 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 انا ما عنديش اختصاص راجع للور هذا مجلس المنافسة ولا هكذا من هذا الرشوة لاعرف ما يفعله لاعرف على ما تتخلصوا محروقات القيامة نايدة ومجلس المنافسة يقولك ما عنديش اختصاص كان يمشي مغمضين في النصوص القانوني غير خارين يدخل الضيخار قهرنا على شهاد الغلاء وصلنا له رب الضيخار رب الضيخار ليه جريمة كعبق على القانون واللي كيعطي الحق النصوص القانونية المجلسة ونفسها باش يتدخلوا يحرك دول عمومية ويسحلها على وكل الملك ويقولك انا ما عنديش اختصاص ان هنا نعينسي دريس يقول لي لماذا في ذاك الوقت موقفوش يقولوا لهم خصناسهم يشتغلوا تعرفوا بينا اننا احنا تحرير الاسواق كلها ايك اثمينا اننا حرة اننا المحروقات نفس التمن والسوك حر كيف يكون الحرية شركة التعمين والسوك حر والسوك حر والسوك حر نعم 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 ولكن هناك الكثير من المعنية لا يوجد كل شيء سكت لا يمكننا أن نرى أسكيزوخيني قليلا لا تأخذني رأس السياسة لا يوجد معا ومن المستوى الدولي وهو الوحيد والفتن تتعادل ولكننا الحمد لله قدمنا في كورة القدم لا نحن حداش في العالم وفتنة والخلاق والفساد مية وثلاثة وعشرين ولكن كي نعالج هذا لا يكفيش لن يكفيش غير الشخص الشخص ما اليوم تتعافقين على الوضع وتكلمنا عليه كاملا بحرقة وانا عندي اليقين ان دا فتحنا المجال للقعرة كل وحدة وكل واحد فينا هنا غادي يحكي قصاص وحكاية على مظاهر ومنطقه مني كونسي كي يدرب حرقة على قولي منطق بلد فالبلاد كونسي يدرب حرقة على بلاده واش كونك الداب انتي قفلي كي يقول الحق انتي قفلي كي يدرب قلبه لا وما يمكنش را ما يمكنش من حيث كينلي ما كيقولش الحق كلهم كي يدرب قلبهم لا وكينلي ساكتوا عن الحقي شخصان الأخرص وكين المحروقات وكين المحروقات نحنا اليوم المحروقات كان هذروع على المحروقات لي حرقتنا وكان هذروع لالصعار الأسعار لأن لكل قولين حقيقة القول يقدر يكون جاميلهم ولم يقول لما كانش صاريح حتى واحد ما غيصدقه وما كيدهر ليش الكلام ليتقال اليوم ما غيصدقوش الناس انهم بني على واقع بني على مؤشرة من المعطيات وبني على حرقة والدليل هو الناس المسؤولين ولي كانوا في هذه الخطاب الجاوب ديالهم رائع لتقبيلا شكراً 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 Да في الرئيسي، يمكن أن أول إجراء أو تدبير استعجالي لتخصي التأخذ هو تعديل حكومي أول شيء لأنني أجل لك، كما يقولون الفرنسي يجب أن يجب أن يدفع الروس، ولكن يجب أن يجب أن يدفع الروس لا يمكن أن يجب أن يدفع الروس سمحوني لأخرجوا لي، نأخذ الإيد عنه، ننضرب فرنسية مع الفرنسية، مع عقدة لدي العقدة للإستعمار لم أرغب فرنسية لكن بعد الحيان تقرسنا الاستعمار داخلنا الدم ديالنا يعني كيخرج دكشي بلا يعني لازمو حتاديل حكومي بسكي يفو بتتخطي ينأب روش بسيكولوجي يهي ارجنت بوغاور لاباي سوسيال بسكي هناشي الواقع في المغرب تيخلعني تيخلعني علاش حيث لما قامش المعارضة بالدور ديلها المعارضة المؤسساتية المؤترة الشريع سوف يدر المعارضة وتخيلوا معايا 45% أميين سوف يدروا معارضة كيف سيكون كيف سيكون المعارضة في الشوارع يعني سيكون كاو سوف نعيش كاو ومعناش القوة لكي نزور سنان بعد هذه الجائحة اللي عشنا را كل شي را مكشي اللي كان نغليد كله تكل معناش قالوا هذك المثال الشعبي المغربية قالوا كحز قالوا دهر الحمار قصير ما عندي فين كحز هذا يعني جوج راكبين راكبين الاحمار بجوج لأحد لقدام واخر اللور وإذا اللور يقول لأخوار كحز قالوا دهر الحمار قصير فين كحز رادي نطيح ما عندي فين كحز هكبر الترويات ديالنا سونزفات ما بقالناش فين يوجد يوجد مواطنين بأنهم يقوموا بالدور ديالهم باش يمكن لهم شعب يمكن لهم يرجع للور ويخلي المعارضة ديال خدمتها حيث لدرك الأمور بطريقة يعني فيها الترشيد فيها العقل فيها المسؤولية فيها الحزم فيها الرصانة ستكون أيضا الفعالية ونصل لنا نتائج ونجتاز هذه الإزمة لأن هذه الهاجزة ديالنا كلنا هو السلم الاجتماعي خصت المغرب ديالنا كيف الناس يشوفوه فينا أنا يبقى فيها الحلم كالقرسي كنهضر وكنتقد الحكومة ويجيوا بعض الجيران سمحهم الله ويستغلوا ذلك الكلام ويقول لك هل مرارك يموتوا بالجوع لا لدينا ما طيشة بعشرة الدم ولكن ما طيش بالجوع ما طيش ما طيش ما طيش ما طيش لدينا لدينا سوء التدبير ما طيش لدينا الخير في البلاد حتى نموتوا ويتموتوا للبلد كل ويبقى لنا الخير لأننا لدينا طبيعة للعرض لنا إذن بعد التحدي الحكومي الدور الثاني هو الدور المعارضة وخص المعارضة تكون كيف قلت شاليسة والحاجة ثاليسة كي تدبير استعجالي أيضا نعطي الأولوية المواطن المغربي نحن نحن نتفاقيات دولية أنا نحن 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 أخرج إلى دولية للتحدي ، لا سأل س ومن يكون تدير اتفاقيات أنا أعطي يوجد ذلك المتيازات اللي كانوا كي تمتعوا بها دي 50 و 60 و 70 عام اليوم المواطن المغربي والأول عندي أولوية نغني ندير اتفاقية مع فرنسا ولا مع اسبانيا ولا عمالتحاد أوروبي ولا أي دولة من الدول خصني نكون حق بين عينيها مصلحة البلد والمواطن مش دك المصلحة الموزيفة اوه تشير كديرو من أجل البلاد ولكن مصلحة البلاد فوقاش من ده بس 60 و 70 عام أنا اليوم بغيت السلم الاجتماعي بغيت بلادي تكون المواطن يكون شبعان ومرتاح هذا الشي دبا رغي مؤقت مطيشة بطاطا رغي نعالج المشكلة مطيشة وبطاطا ولكن مازالنا عندنا المشاكل القائمة اللي هي ديل السكن اللي هي ديل التعليم اللي هي ديل الصحة اللي هي ديل العدل أنا رمع عمرشت في حياتي كيف أنا رجل قانون وكنحتار من المؤسسات ديل البلاد وكنطلب من المؤسسات ديل البلاد كل من المواطنين ما يسبوهو مش ما يقلوش عليهم الادب أنا كانت سأل علش المسؤول كيسمح نفسه وش ما عندهم مش النفس قولي لي انتم اللي سياسين وكنتم في مناصب المسؤولية كيف اش تقبلو المواطنين يقولك انت فاسد الشفار الفاسد كلهم شفارة كلهم علش ما ندعيش علش ما ندعيش علش ما ندعيش المعاينة وانتبت عليه السب والقادف والإهانة اللي كيدلي واندعيه باش نربيه علش نقبلو على الارس نحنا كمسؤولين نتسبو علاش شوفوا المواقع الاجتماعية كلها ولا شي واحد ولا شي واحد تيقول كلمة إيجابية في حق الحكومة كيفاش الحكومة كيستقبل على الارس بحالة شي هذا ما يمكنش نستمر بشي أمور بحالكة وكاين واحد القنبولة قنبولة اللي هي جاية موسيقى إلا اسمحتون الله يخليكم إذا كانت دعوات أو حاجر نقدرنا نتكلف بها بكاين المشكل مع الدكتور جغلا هي واحد الحلم اللي شفناك يتحقق طبعاً فضلات سبحانه وتعالى والتوجيهات للصاحب الجلالة فهذا مني كان قولنا التوجيهات دي للصاحب الجلالة لا مش هي تفئيه عشاء لها ولا عني في حزب أنا ملاكي كان حماق على الملك ديالي اشتركوا في القناة 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 والتي تخصيص المعارضة هي دير الدور دي لها وتعتبه دي للمسؤولين من هذا الموضوع